فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سلسلة حوارات بين الإمام المهدي والمدعو طريد حول الإمامة وفتوى وحي التفهيم نقرأ عليكم هذا البيان الذي كتبه الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني بتاريخ 26 من شهر محرم لسنة 1430 للهجرة الموافق 23 من شهر يناير لسنة 2009 عنوان البيان ما هي أدلتك على أنك إمام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحق إلى يوم الدين وبعد السؤال الأول ماذا يعني لك إمام؟ الجواب أخي الكريم جعلني الله إماما للمتقين أدعو إلى الله على بصيرة منه كتاب الله وسنة رسوله الحق وجعلني الله للمتقين إماما تصديقا لقول الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم السؤال الثاني ما هي أدلتك على أنك إمام؟ الجواب أدلتي على أن الله جعلني للناس إماما أن زادني بسطة في العلم على كافة علماء الأمة فلا يجادلوني عالم من القرآن إلا أقمت عليه الحجة من محكم القرآن حتى يسلم تسليما وبسطة العلم جعلها الله برهان الخلافة من أول خليفة آدم إلى خاتم خلفاء الله أجمعين الإمام المهدي الحق من رب العالمين وبما أن الله استفى آدم خليفة في الأرض ولذلك زاده بسطة في العلم على الملائكة الذين كانت لهم نظرة أخرى في استفاء آدم ومن ثم أقام الله عليهم الحجة فعلم آدم الأسماء كلها ثم قال لملائكته فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم صدق الله العظيم وهنا تثبت خلافة آدم فإن الله زاده بسطة في العلم على الملائكة أجمعين ليجعل الله ذلك برهان الخلافة والملك والله هو مالك الملك يؤتي ملكه من يشاء ولا يحق للملائكة ولا للجن ولا للإنس إلا السمع والطاعة لخليفة ربهم ولا يجوز لأحد أن يختار خليفة الله من دونه حتى ولو كان من الأنبياء فلا يجوز له لأن الذي يختص باستفاء خليفة الله هو مالك الملك الذي يؤتي ملكه من يشاء وانظر لطالوت خليفة الله في بني إسرائيل فإن نبيهم ليس هو من اختاره حين قالوا لنبي لهم أن يولي عليهم قائدا يقودهم في سبيل الله وقال الله تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم ومن ثم نعلم من خلال هذه الآيات المحكمات أن شأن اصطفاء الخليفة يختص به مالك الملك الذي يؤتي ملكه من يشاء وكذلك علم الله الناس كيف يعلمون خليفة الله عليهم وهو أن الله سوف يؤيده ببرهان الخلافة عليهم فيزيد من اصطفائه عليهم ملكا أن يزيده بسطة في العلم عليهم أجمعين وذلك لكي يحكم بينهم بما أنزل الله كما يعلمه الله وإذا كان الإمام ناصر محمد اليماني هو حقا خليفة الله في الأرض اصطفاه الله رب العالمين فحتما لابد أن يزيده بسطة في العلم على كافة علماء المسلمين حتى يحكم بينهم في جميع ما كانوا فيه يختلفون بسلطان العلم من كتاب الله وسنة رسوله الحق السؤال الثالث ومن نصبك إماما؟ الجواب نصبني الله مالك الملك الذي يؤتي ملكه من يشاء تصديقا لناموس الخلافة في الكتاب في قول الله تعالى قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم السؤال الرابع ماذا يعني يماني؟ وكيف يمكنك إثبات أنك يماني؟ الجواب يماني من اليمن كما مصري من مصر أو فلسطيني من فلسطين وأما إثبات أني يماني لأني يماني من اليمن وفي اليمن وأبي يماني وجد يماني وسيدي يماني كابرا عن كابر السؤال الخامس ماذا يعني لك المهدي؟ الجواب أي أنني أدعو على صراط المستقيم وأهدي المسلمين إلى الحق في جميع ما كانوا فيه يختلفون وأهدي الناس أجمعين إلى الحق فأدلهم عليه بالحق بسلطان العلم من رب العالمين من محكم القرآن العظيم السؤال السادس ومن الذي هداك؟ الجواب هداني رب الذي استطاني وجعلني بآياته من الموقنين تصديقا لقول الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العظيم السؤال السابع وكيف اهتديت؟ الجواب اهتديت للحق بعد أن كنت باحثا عن الحق وتمنيت اتباع الحق لأني لا أريد غير الحق فهداني الحق إليه تصديقا لوعده بالحق في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم السؤال الثامن وكيف تثبت بأنك الإمام المهدي الثاني عشر ومن هو الإمام الذي سبقك وأخبر عنك وعن قدومك الجواب إني لم أكن أعلم من شأن الأئمة شيئا وكنت لا أملك من العلم إلا كعامة الناس من المسلمين ولست من العلماء وذات ليلة رأيت أني في مركز عشرة من الرجال وكانوا على شكل دائرة ومن ثم قلت لهم دلوني على الإمام علي بن أبي طالب ومن ثم تراجع أحدهم كان أمام وجهي خطوة إلى الخلف ثم خطوة إلى الجنب وقال ذلك الإمام علي بن أبي طالب وكان خارج دائرة العشرة ومن ثم انطلقت نحوه وأمسكت يده بيدي الإثنتين وقلت له دلني على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ثم أخذني إلى عمود يتوسط الغرفة التي كنا فيها وإذا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا بجانبه ومتكئا بظهره إلى العمود ومن ثم جثمت عليه وجعلت وجهي في عنقه وقبلت في قبلات عديدة وجلست إلى جانبه وأفتاني في شأني ولكن محمد رسول الله يعلم أن الرؤية تخص صاحبها ولكنه قال وما جاد لك أحد من القرآن إلا غلبته انتهت الرؤية الحق وعلمت من خلال الرؤية أن العشرة الذين كانوا يحيطون بي بشكل دائري إنما هم أئمة آل البيت من ذرية الإمام علي بن أبي طالب وأما الإمام خليفة الله من بعد رسوله فكان خارج دائرة العشرة فأصبعت اعدادهم 11 إماما من آل البيت وعلمت أنني الإمام الثاني عشر من آل البيت من ذرية الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وكنا جميعا نحن ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت بشكل غرفة واحدة كبيرة والله على ما أقول شهيد ووكيل غير أني أحذرك أيها السائل أن تصدق بأن المهدي المنتظر الإمام الثاني عشر من آل البيت المطهر ما لم تجد تصديق لرؤيا بالحق على الواقع الحقيقي بأن الله زادني بسطة في العلم بالبيان الحقي للذكر فلا يجادلني عالمي من القرآن إلا غلبته بسلطان العلم الحق المقنع الذي لا يستطيع أن يجادل فيه شيئا فيسلم تسليما إن كان يؤمن بالقرآن العظيم وذلك لأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي في الرؤية أنه لن يجادلني أحد من القرآن إلا غلبته بمعنى أنه لن يجادلني عالم من القرآن إلا غلبته بسلطان العلم والحكم طاولة الحوار بسلطان العلم بالبيان الحقي للذكر فهل من مدكر ومصدق أني الإمام المهدي المنتظر الإمام الثاني عشر من أهل البيت المطهر ولم يعلمني الله ورسوله بأسمائهم لأن أسمائهم لا تهم بل الحكمة في تبيان عددهم وذلك لكي أعلم أني الإمام المهدي الثاني عشر من أهل البيت المطهر ولو وجدوا لما واسعهم إلا أن يتبعوني جميعا وفوق كل ذي علم نعليم السؤال التاسع أنا موحد لله عز وجل وأشهد أنه لا إله إلا الله فهل يتوجب علي الإيمان بك؟ ولماذا؟ الجواب بلى الإيمان بشأن ودعوة حق مفروض وشرط لكم علينا بالحق أن تجدوا أن الله أصدقني الرؤية بالحق فزادني على كافة علماء المسلمين بسطة بالبيان الحق للذكر لكي أنم شملهم وأجبر كسرهم وأحكم بينهم بالحق في جميع ما كانوا فيه يختلفون لتكون كلمة الله هي العليا ويفتم الله بعبده نوره ولو كره المجرمون ظفوره ومن أعرض عن الحق بعدما تبين له أن ناصر محمد لمانه وحقا جعل الله اسمه وخبره وعنوان ورية أمره وأنه يدعو للحق ويهدي إلى صراط المستقيم ومن أعرض عن الحق بعدما تبين له العلم فالحكم لله وهو أسرع الحاسبين السؤال العاشر ما هو الفارق بينك وبين المهديين الآخرين الجواب كل من يدعو إلى الحق ويهدي إلى صراط مستقيم بعلم وسلطان فهو مهدي إلى صراط مستقيم سواء الرسل والأنبياء والخلفاء حتى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهدي إلى الحق لأنه يهدي إليه بعلم وسلطان من الحق والحق هو الله تصديقا لقول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم وكذلك كافة الذين اصطفاهم الله أئمة للناس من ذرية آدم مهديون إلى صراط مستقيم تصديقا لقول الله تعالى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صدق الله العظيم ولذلك أنا الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر من أهل البيت المطهر خاتم خلفاء الله أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخوك الإمام المهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم الناصر لما جاء به محمد رسول الله رحمة للعالمين ناصر محمد اليماني اشتركوا في القناة